آه يبقى نيجي كمان لما يفسد القلب القلوب تفسد بالقبح وتصلح بالجمال القلوب كمان تفسد خمسة القلوب تفسد بالشر وتصلح بالخير ولزاي كل ما القلوب امتلأت بالخير كل ما القلوب كانت صالحة القلوب كمان تفسد بالظلم الظلم وظلمات يوم القيامة وتصلح بالنور نور ايه؟ نور العدل نور المسامحة نور الرفق القلوب تجمع تفسد بالكبر وتصلح بالافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى وحشان كده يا سادة احنا محتاجين قلوبنا تصلح يبقى لو حبينا نعلم اولادنا نعلمهم السبعة دول يبقى اذا حبينا نحصن قلوبنا نعلمهم السبعة حاجات نعلمهم الحب ونجنبهم الكراهية يبقى احنا السبعة حاجات اللي احنا عايزين نطهر قلوب منا نعلم اولادنا السبعة المقابلة له نعلمهم الحب بدل ما نسمح لهمش بالكراهية خلي بالك انت لو خليت ابنك يتعلم الكراهية فلان ده بيكرهك وفلان ده بيكرهك وفلان ده بيكرهك مش هيفضلوا غير الكره في قلبه وقلبه يموت والله سبحانه وتعالى اقرب القلوب الى الله هي القلوب المحبة ليه القلب المحبة والاقرب الى الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويخبر عن رب العزة وما تقرب الي المتقربون بأحبة يبقى الناس بتتقرب بالله ايه بالحب يبقى انتعلموا اولادكم الحب عشان يتعلموا القرب يبقى القرب ماذا توأموا الحب عايز تقرب تعلم الحب تعلم حب الله تعلم حب الاشياء اللي حولك عشان تخرج احسن ما فيها علم اولادك كمان الصدق فان الصدق من جاه والصدق بيهدي الى التقوى فتعلم اولادك الصدق وعلموا منهم يكونوا مع الصادقين وما تخلوهم مش يتعلموا الكاذب ولا يكونوا مع الكاذبين علم اولادك الرحمة ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء عشان يقربوا من مولاهم سبحانه وتعالى وقلوبهم تكون في حص لان القلوب الرحيمة في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء يعني اذا القلوب كانت فيها رحمة تبقى في حضرة الرحيم لانهو يحب الرحمة كمان علموا اولادكم الجمال لأن الجميل يحب الجمال يحب الجمال فإذا كان القلب جميلا ماذا أحب الله أن يبقى في حضرتي فبقى منير علموا أولادكم الخير لأن القلوب الخيرة يحبها الله سبحانه وتعالى ولذلك الخير ده بيفتح أبواب كانت مغلقة في هذه القلوب علموا أولادكم النور نور العدالة ونور عدم وأعطاء الحقوق لأهلها عشان ما يغلقش على قلوبهم بسبب الظلم كمان علموا أولادكم الافتقار والانكسار لله عشان يدخلوا على الله سبحانه وتعالى دائما أبدا بهذا الانكسار ويتجنبوا الكبر الذي يغلق الأبواب على العباد لأن الله سبحانه وتعالى مش يغلق أبواب الدنيا بل تغلق أبواب الآخرة كمان لن يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة من خرد من كبر عشان كده خلاص بلاش السبعة دولة علموا أولادكم السبعة دولة والسبعة دولة أنا بسميهم إيه؟ أنا بسميهم ماذا؟ أركان القلوب السبعة دولة هم أركان القلوب القلب اللي فيه السبعة دولة كمان يستطيع أن هو يشعر وكأن قلبه يسجد تحت عرش الرحمن طب وقلوب المكروبة اللي فيها هذه المآسي هذه المآسي نقول لها إيه؟ نقول لهم قولوا السبعية دي اللي هي سبعية كشف الكرب وجلاء الصدور السبعية بتقول إيه؟ يا جميل قلبي عليل فطهرني مني يا حنان خاطري كسير فاجبرني بلطفك يا ملك أتزلل لك أدرك عبيدك من هلك يا غياسي غرقت في وحلي فنجني بوصلك يا واسع حالي أضيق فوسع لي في مددك يا ودود مللت الشرود فأنقذني فأزقني شهد قربك يا حبيبي برئت من ذنوبي فاجزبني دوما إليك